برحب حضراتكم مرة أخرى وجد ترحيبي بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عليكم أهلا بكم صاحب الفضل أهلا وسهلا بكم بنستكمل الرحلة مع سيرة القرق الشيخ طاها الفشني بحمد الله يا علي وحضرتك قبل الفاصل لما كنت بقول إنه كروان الإزاع فقلت لي كمان ده أمه كلسون كمان أشادت بصوته في الإنشاد وفي الابتهال وقالت عنه ملك التوشيح الشيخ طاها كان أحد بطانط علي محمود وبطانطي ظلمين ناس كتير منهم طاها الفشني ومنهم زكريا أحمد بعد كده سنة أربعين هو عمل روحه بقى يعني فرقة بعد ما استقل وأزن له شيك كان هو مؤدب أو مع الشيخ ومرة الشيخ علي محمود كان عليه قراءة فالوله ده الشيخ مريض تعال انت أعرف سيدنا الحسين فرح استأذنه الأول وإحمقنا عليه يعني فات الأول عليه واستأذنه كذا وبعدين لما رجع قرأ بعد الإذن فالشيخ علي محمود اتبسط من الوفاء ده بعد ما خلص رحله فأول ما دخل عليه عيط عليه محمود عيط وقال له أنا ما كنتش فاكر أنت تصل إلى هذه الدرجة وكذا فالتاني عيط وحضنه بعض وفاء لأنه كان عنده وفاء بريب لشيخه فالمهم الحاصل أنه هو زامل مين بقى زميره وحبيبه زاكريا أحفاء زاكريا لحن حتى كده لهم كنسوم وبعدين قال له يا شيخ طاها أنا عايز أسمحها بصوتك قال له ما أقدرش لازم الست الأول توافق واخد بالك من الأدب يعني شوف الموقف بتاعه لا أنا مش معتمد لازم ناخد رأي ريس سعيد باشا لطفي لا ما أقدرش أقول إلا لما يزالني علي محمود لا ما أقدرش أغني إلا لما الست فزاكريا رح الله فتعجبت من هذا الأدب العالي والوفاء وقالت قال له شيخ طاها ده ملك التوشيح الشيخ طاها يفعل ما هي شاء واخد بالك فده كان الوضع في حين إذن وبعد كده بقى هو سجل في اليونان ودخل الإزاعة وعمل الفرقة كل الحاجات دي كانت متتالية وعين مؤذنا لسيدنا الحسين فبقى يؤذن في المزق الإزاعة لما رح أتدائي فيها لا يبيلوه كده وكده يبيلوه على النحيتين على النحيتين لأنه عنده 14 ساعة موجودة في الإزاعة ابتالات وعنده 286 تسجيل في القراءة واخد بالسياتة فلاهم اعتمدوا في الاثنين اعتمدوا في الاثنين وكان يكره أوي ويخاف من ركوب الطيران زي محمد عبد الوهاب فيحب السفينة يروح بالسفينة حصل بقى إنه هو صوته حصل في الحنجرة حاجة ده يقال بعد بنته تقريبا ما توفت وهي شابة صويرة ده ده ملوش دعوه بوفاة البنت لكن كان الله يرضى عنه حصل له مشكلة في الصوت راح للأطباء قالوله لا خلاص توكل على الله ما فيش قراءة بعد كده وما فيش أي حاجة فالدايق قال يا ده أنا هروح لحبيبي هو اللي يحلها لي اللي هو سيدنا النبي عليك الصلاة والسلام وركب السفينة وكانت في وحدة من الصحفية بتقوله مين ده فقالوا له ده الشيخ طالفشني أيضا له هو ده الشيخ طالفشني ماله قالوا له الصوته راح والناس حواليه من صحابه المعرفة وكذا إلى خلاله وهو ساكت وعزين وراح لسيدنا النبي واتكلم بقى معاه إن أنا حبيبك لأنه ليه السيرة النبوية وليه مولده طاها وليه هذا التواشيح الكتير والأمدح الكتير لسيدنا النبي فبتقول وإز بيه أسمعوا أذانه في الحرم كان لما الناس دي تروح الحرم أم يكوهم ويخليهم إيه يأزنوا رجع الصوته سبحان الله بعد ما راح لسيدنا سبحان الله قالوا بقى السر اللي بينه وبينه فالشيخ طاها كان وليا من أولي الله الصالحين الأدب دا كله والأداء دا كله وأنه من أهل القرآن السيطرة بتاعته على المقامات اللي قرروا الدواب وتاعش عرفيه كل الحاجات دي مواهب ربانية خلت الشيخ طاها في مصاف الأقدمين رحمة الله علي رحمة وسعب رحم الله الجميع اللهم علي ونفعنا الله به برك الله فيكم فضلات الدكتور وشكرين لحضرتك أهلا وسعب شكرا جزيلا صاحب الفضيرة شكرا موصول لحضرتكم مشاهدنا الكرام وإلى اللقاء